اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة درة بتواصل تصوير مشاهدها خلال احداث فيلم الكاهن الفيلم بيشاركها البطولة النجم اياد نصار من ناحية اخرى وقعت النجمة درة بطولة مسلسل بين السماء والارض بيشاركها البطولة هاني سلامة المسلسل سيتم عرضه في رمضان القادم المسلسل مكون من 15 حلقاء فقط لو جينا اتكلمنا في الفقرة التانية من حلقتنا النهاردة عن هدية الفنانة ياسمين صبري كتير من محب الفنانة ياسمين صبري بيحب يتعرفوا على اخر اخبارها علشان كده هنشوف النهاردة هديتها ايه طلقت ياسمين صبري هدية من زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة بمناسبة عيد الحب هدية ياسمين نشرتها في شكل صورة الصورة دي كانت لباقة وردة حمراء كبيرة الصورة مكتوبة عليها عيد حب سعيد حبيبتي تفاعل عدد كبير جدا من رواد التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة اما عن اخر اعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل فرصة تانية المسلسل بطولة احمد مجدي ونهال عمبر وهبا مجدي كلنا بنحتفل بقايد الحب النهاردة وقايد الحب ما نقصرش به حب الحبيب للحبيبة فقط لا حب الاب البنته او الزوجة الزوجها او حب الاخ لاخته او حب الصديق لصديقه علشان كده فقرتنا دلوقتي هتكون مع علاقة اخوة جميلة انس نصري والفنانة اصالة هنشوف قدم لها ايه فايد الحب وهي قالت ايه حرص انس نصري على تهنية شقيقته الفنانة الجميلة اصالة بمناسبة عيد الحب ودع عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام نشر انس نصري عدد من الصور بتجمعه مع شقيقته وعلق عليها وقال انا وهي روح واحدة روحت اسمت نصين في هذا اليوم اتمنى ان يبقى الحب الذي احيا امما في قلبك ان يبقى عامرا وغامرا في كل ما يحيد بك حبيبتي دي كانت رسالة انس لأصالة اما رد فعل الفنانة اصالة عن هدية اخوها كشفت لنا ان هي هدية مميزة هذا العام ودع عبر القصص القصيرة على حسابها على الانستجرام مش بس كده انس كمان ارسل لها مجموعة من الورد وارسل لها رسالة خاصة اصالة بقى قبضت اعجابها بالرسالة وبالورد كمان نشرت اصالة فيديوهات توصق الهدية اللي تلقتها من شقيقها انس نصري اما الرسالة الخاصة كانت بتقول كل الناس عندها ام عظيمة وحدة انجبت وربت وكبرت بني ادم اما انا فقد كان لي النصيب بان حظيت بام تانية ام تانية عظيمة حبيتها وتعلقتي بيها فكيف انا الذي نمت على يديها ليال كثيرة وشالتني على ظهرها وانا صغير لسنوات كثيرة انا اسكم الكلام وقال حبي لك لم يكن له شكل واحد بل كان بيتشكل كما نريد لتكوني اختي وصديقتي وامي ومعلمتي وحبيبتي اليوم يسعدني ان اسجل نفسي واهديكي اقل مما يحمله قلبي من حب لك ايامنا عاملة بالحب حبيبتي اصلتي ما شاء الله عليهم ربنا يخليهم لبعض فعلا رسالة جميلة وهدية احلى اما الفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب وجيت رسالة رومانسية لزوكة حسام حبيب وده بالتزامن مع عيد الحب وجيتها له عبر تويتر كتبت شيرين وقالت بحبك ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم ودي مكلية نعمة لآخر العمر الفنانة شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرا اغنياتها يا بتفكر يا بتحس تترى مسلسل خمسة ونص ودلوقتي معدنا في فقرتنا هنشوف المطربة جنات احتفلت ازاي بعيد الحب الفنانة جنات المغربية تصدرت ترند جيل وده بعد احياء حفل عيد الحب الذي اقيم مساء الجمعة الماضية على مصرح النفورة في دار الابرة المصرية الحفل كان وسط حضور كامل العدد وكمان وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة كورونا في بداية الفقرات جنات وجهت كلمة شكر لوزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبدالدايم ارتدت جنات في الحفل فستان باللون الازرق الفستان الجميل الحية ايه رأيكم فيه اشعلت الحفل بعدد كبير من اغانيها الرومانسية المميزة جنات اخترت الاغاني دي بعناية جدا وده بمناسبة عيد الحب من الاغاني الجميلة اللي غنتها اسمع كلامي وعيشني اكتر بيك ورائق ومسائل جمال وحبيبي على نياته وبحبك واخدت قرار وحب جامد وجيالك بالاضافة لاغاني علبومها الاخير انا في انتظارك غنت كمان بعض الاغاني اللي قدمتها لنا تلبية عن رغبات الجمهور الفنانة الجميلة جنات تزوجت من المحامي المصر الشهير محمد عثمان نعمان ده كان سنة 2017 واحتفرت بزفافها واستحضور عدد كبير جدا من الوسط الفني منهم الفنانة ساميرا سعيد ومحمد حمائي مصطفى امر رزقت الفنانة جنات بمولدتها الاولى جنات في مايو 2019 يعني بنتها على اسمها ومشاء الله ربنا رزقها ببنت تانية سمتها جوديا المطربة جنات كشفت ان الامومة لم تغير كثيرا في حياتها وده لان والدتها بتساعدها كشفت لنا كمان ان بنتها الكبيرة متعلقة جدا بوالدها وان هي سعيدة بعلقة بنتها بوالدها قالت كمان جنات ان هي بتشعر حتى الان انها اختي والامومة ما غيرتش كتير لان ماما هي اللي قامت بالواجب ربنا يديها الصحة من اشهر اغاني جنات حبيبي اعلانيات والاغنية دينا للشهرة كبيرة جدا بين الشباب وتعتبر من اشهر اغاني الحب الجنات ولتسببت كمان في شهرتها اما اخر عمل فن الجنات كان تترى مسلسل بخط اليد المسلسل كان بطولة احمد رزق وساوسن بدر ويسرى اللوزي على فكرة المسلسل كان رائع جدا اللي شاف المسلسل اكتب لي رأيه فيه نرجع نكمل كلامنا وفي يوم الحب النهاردة هنشوف صور بترصد اكثر ثنايات النجوم رومانسية خلال الفترة الماضية تصدر العديد من النجوم في الفترة الاخيرة اهتمام الجمهور وده بسبب رومانسيتهم عن السوشيال ميديا شاركونا باللقطات المميزة مع شركاء حياتهم عبرت الصور عن مدى الانسجام والحب والتوافق بينهما الفنان رمي عياش وزوجته دليدة ظهر خلال الفترة الاخيرة بصورة رومانسية مكسفة عبر السوشيال ميديا الصورة بتعبر عن مدى حبهم لبعض محمد الشرنوب وزوجته رندا رضا بدأ يشارك الجمهور بالعديد من اللقطات اللقطات دي بتعبر عن مدى حبه ليها النجمة الجميلة نيكول سابا خطفت في الفترة الماضية الأنظار وده بصورة رومانسية جدا مع زوجها يوسف الخار الصورة دي احتفالا بعيد زواجهما اللي مضى عليه حوالي عشر سنوات أما الفنانة هنالزاهد من أكثر النجمات اللواتي ينشرنا بشكل دائم صورها الرومانسية مع زوجها أحمد فهمي أما فنانتنا الجميلة دنيا سامير غانم تنوابت خلال الفترة الماضية مع زوجها على الإطلال على الجمهور بمجموعة الصور الرومانسية والفنانة هيبا مجد وزوجها الفنان محمد محسن ظهر في الفترة الأخيرة بجلسات تصوير رومانسية وأيضا الألامي وسام بريدي وزوجته ريم السعيدي من السنائيات الرومانسية اللي زاني وشاركان دائما الجمهور بصورهم الفنان يوسف الشريف كمان وزوجته إنجي علاء ظهر مؤخرا بالعديد من النقطات التي تعكس مدى الحب الكبير بينهما وما ننساش كمان نجمتنا الجميلة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العودي من أكتر السنائيات الذين لفتوا الأنظار في الأشهر الماضية بصورهم الرومانسية وبكده النهاردة نكون وصلنا لنهاية فقراتنا كل سنة وتطيبين بمناسبة عيد الحب اللي مستمر معايا لآخر الفيديو ياريت يوجه رسالة لحبيبه ويكتب لي في التعليقات يحب يقوله إيه بشكركم حسنة لاستمع انتظروني في فيديو آخر إن شاء الله من قناتي ياسمينتي اليوتيوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة